اشتركوا في القناة والتنسيق المشترك في مختلف المجالات والتحضيرات الجارية لاستضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين والجهود التي تبدلها الأمانة العامة لتعزيز مجالات التعاون العربي المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أشمل بما يحفظ مصالح الدول العربية ويحقق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار وناقش الجانبان تطورات الأوضاع الأقليمية والدولية وانعكاستها على الأمن والاستقرار في المنطقة ومستجدات الوضع المأساوي في قطاع غزة والجهود التي تبذل على المستويات كافة لوقف الحرب في القطاع وتوفير الحماية للمدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر